صباح الرحلات وصباح كل حاجة حلوة وتعالوا شوفوا المناظر الطبيعية اللي ترد الروح كده الشمس والهوى والمناظر الطبيعية اللي تخلي اي حد كده يقف ويقول ما شاء الله النهاردة ولادي تلعوا رحلة مدرسية وبصراحة انا حبيت ان انا اروح معهم هما في سنوي وانا ما بحبش ان هما يطلعوا لوحدهم وخصوصا ان في مدارس تانية طالعة في نفس الرحلة وبتبقى مشتركة وكده وطبعا انتوا فاهمين فانا برضو ما حبيتش ان انا افوت حاجة زي كده وطبعا بقى انتوا عارفين على طول قاعدين في البيت روتينة يعني فالنهاردة حبيت ان انا اكثر الروتين بتاعي واطلع معه لدي بعد تلات ساعات في الطريق وطبعا نزلنا وروحنا اصطراحة وبعدين كملنا في نص المدة كنا خلاص كده دخلين على القرية اهي زي ما انتوا شايفين واول حاجة بقى عملناها كلنا ان احنا لازم نلبس الشال ده شوفت الناس اللي معانا كلهم كانوا في الرحلة لابسينه وكان شكلهم حلوة او بيه فقلت طب يعني جات علي رحت بصراحة انا كمان جبته وجربته وبرضو يعني حسيت ان هو شكله حلو برضو علي وبعدين بقى دخلنا القرية واول حاجة بدأنا بالفطار زي ما انتوا شايفين كده كل واحد قاعد كان معاه وجبة من الفطار كان عبارة عن فطير مشالتت وكمان عسل اسود والجبنة بتاعتهم كانت الجبنة الاديمة بس بصراحة مش الجبنة الاديمة اللي انا عارفها لأ كانت كده من بواء الجبن هم عاملين زي عارفين المش اللي بيتحطي فيه اي حاجة كان هو فيه اي حاجة وبعد الفطار ابتدت الجولة بتاعتنا اول حاجة المفروض ان احنا هناخد جولة في البحيرة بتاعت كارون فكلنا بقى روحنا هناك كده وقفين على الشط عايزة لكم الجو كان صعب جدا وكان حر جدا جدا هناك وقفنا مدة طويلة لان كمان كان فيه زحمة كبيرة جدا تجمعات كتيرة كان يوم الجمعة طبعا مبارح وزي ما انتوا شايفين كده المفروض المركب هتاخدنا تعمل لنا جولة كده في البحيرة وبعدين هترجعنا تاني على الشط فاللي بيفكر يروح يروح بقى مصيف خالص لان درجة الحرارة هناك فوق التلاتين واخدنا الجولة كده زي ما انتوا شايفين بصوا ما شاء الله شايفين بقى الجو والمنظر عامل ازاي سبحان الله بجد عايز اقول لكم ان احنا كمان الحمام والتيور كانت بتحوم حوالينا كده طول ما احنا في المركب سبحان الله فعلا وبعد ما لقينا البحيرة بتاعت كارون عايز اقول لكم ان انا كمان كنت عايز اعمل جولة تاني لان بجد المنظر كان جميل جدا وحسيت كده بتراوة واحنا في المياه عكس ما احنا واقفين على الشاطئ وبعد ما خلصنا الجولة بتاعتنا في البحيرة دخلنا بقى على منطقة الشلالات وجمال الشلالات والمناظر الطبيعية عارفين احمد الساقة لما قالها اثبتلك ازاي ان انا بحبك فراح ناطت في الشلال هو ده الشلال يا جماعة بصوا ما شاء الله حاجة كده طبيعية جميلة جدا جدا انا كنت واقفة هنا حوالي اكتر من نص ساعة كنت عمالة تصور وبص في الجمال واقول سبحان الله بجد وطبعا بواريكم هنا بقى المدارس اللي كانت طالع معنا والجو كان حر جدا خدنا بقى ايه شربنا يعني مشروب كده يطر على القلب هنعمل ايه ما احنا قاعدين بس عايز اقول لكم الاسعار هناك مولعة نار والمفروض ان احنا هنتزحلق على الرمال دلوقتي الفكرة دي كانت جميلة بجد كل واحد كان واخد بتاعك كده غريبة بصراحة معرفش دي ايه وكان بيلبسها في رجله دعلي زحلقيني بس انا طبعا عملت عكسوهم وبعد ما زرنا كل الاماكن بتاعتنا روحنا على القرية علشان المفروض ان احنا هنتغدى بس هو كان بالنسبة لنا عشا ما شاء الله القرية اللي احنا دخلناها دي كانت جميلة جدا 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 المناظر اللي فيها كانت حلوة كمان فيه اشغال يدوية جميلة جدا والاسعار كانت حلوة يعني ممكن تفاصلي معاه وكده بص بقى عاملين حاجات كتيرة ايه العياشة والحاجات بقى اشكال مختلفة والثبت وكل حاجة زي ما انت شايفة انا بص صراحة يعني كان عجبني المبخرة قوي وعدت بص كده للشغل واقول ما شاء الله يعني الحاجات كلها كانت جميلة بص المبخرة دي سألت عليها هناك كانت باربعين جنيه شكلها عجبني قوي وبعدين بقى دخلنا على المطعم علشان فعلا كنا جعانين المطعم كان جميل جدا نضيف جدا جدا زي ما انتو شايفين كده كان معمول المبنى بتاعه كان معمول بالتوب بالتوب ده وطول ما احنا قاعدين بتيجي العصافير بتدخل جوه التوب وهنا بقى كانت الاكل جيه كان الاكل جيه واحنا كنا كاننا الصلاطات يعني كنا خلصنا الصلاطات كان عبارة عن ربع فرخة ورز وصلة التحينة وصلة خضرة والاكل كان جميل جدا انا كنت قلقانا من الفراخ بس كان فعلا طحفة نضيف جدا وبعد العشا كانوا عاملين حفلة كده على حمام السباحة شايفين المنظر شايفين الجمال الناس كلها تقريبا كان عندها كبت فكانت بنخرجاة بقى في الرأس والله العظيم بجد جماعة انا شفت الناس بتعمل حاجات فظيعة يعني عندها مواهب وبعد كده بقى جربت طبعا الشاي البدوي الخطير اللي هما بيقولوا عليه طعمه كده طحفة حاجة معمولة كده على الفحم الشاي والسكر بتبقى معمولة على الفحم وبعدين بتشربه وبيبقى سخن جدا جدا والجو بقى ابتدى ان هو يسقع بالليل عكس الصبح خالص وانا جبتلكم حتة من القرية من الاماكن الطبيعية اللي جوه القرية نفسها ودي كان التالت مرة ليا اشرب الشاي ده بصراحة كان طعمه طحفة كان فيه لسه فقرات تانية بصراحة كان فيه فقرة الالوان وان احنا نعد في الاستراحة العربي وفقرة المارشميلو اللي انتو شفتوها وكده خلاص الجولة بتاعتنا خلصت والمفروض ان احنا خلاص هنركب بقى الباص ونرجع بالسلامة اتمنى الجولة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم ولو عايزيني عاملكم جولات تانية اكتبولي في الكومنتات واقولولي ايه رأيكم في الجولة اللي انا عاملاها دي